نحو تصعيد التوتر مع أذربيجان تسير الشاحنات العسكرية الإيرانية تدفعها رياح التصريحات المتبادلة بين الطرفين قبيل مناورات تنوي إيران القيام بها قرب الحدود الأذربيجانية خلفية التوتر بين الجانبين تعود لأزمة الممرات الحدودية البرية بينهما حيث يفصلهما نهر أراس أزمة قديمة جددتها طهران بهذا التحرك وفي وقت اعتبرته باكو مفاجئا أزمة تبدو ملامحها حدودية لكن ثم تحاضرون غائبون ومؤثرون كأرمينيا بشكل مباشر وكل من إسرائيل وتركيا وروسيا وباكستان بشكل غير مباشر فبالإضافة إلى الخلافات حول الممرات البرية وخاصة تلك التي توصل تجارة إيران إلى أرمينيا عبر أذربيجان ساهمت مناورة عسكرية مشتركة ثلاثية بين القوات الأذربيجانية والتركية والباكستانية في إضافة أبعاد جديدة للأزمة بين طهران وباكو مناورات أثارت غضب طهران التي وصفتها بالتحركات المشبوهة أما وجود إسرائيل على الخط أشار إليه قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني مشيرا إلى تحول أذربيجان لمنصة إسرائيلية لضرب إيران حسب وصفه سبب آخر يثير مخاوف طهران ألا وهو وجود نحو عشرين مليون أذري تركي في إيران وهم ينظرون إلى أذربيجان كامتداد قومي وثقافي ولغوي لهم إذن هذه المصافحة ربما كانت آخر سورة لود العلاقة الإيرانية الأذربيجانية علاقة يبدو أن ملامحها ستتغير مع قدوم رئيسه الذي يقود سياسة بلاده الخارجية نحو مزيد من التشدد والتطرف وفقا لاتهامات غربية فاروج حسين العربية